موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليكم مشاهدين الأكارم ورحمة الله وبركاته في حلقة جديدة من برنامج إضاءات في زيارة الأربعين وأرحب بضيفي الدائم في هذا البرنامج فضيلة الشيخ علي موحان حياكم الله شيخنا العزيز وأهلا وسهلا ومرحبا بكم مرة أخرى حياكم الله مرحبا سلامكم الله نعم عزيزي المشاهدين بينا في الحلقة السابقة كيف أن أركان الزيارة تتكون من المزور والزائر والزيارة بعمومها وأيضا أوضحنا في الحلقات السابقة معنى الزيارة لغويا هو أنه يقصد شخص إلى شخص ثاني ويقطع مسافة كي يلقي عليه السلام والتحية وبينا أيضا في الحلقات الماضية مقام المزور الشخص الذي تم المقصود إليه كيف يجب أن يكون وكيف للشخص الزائر أن يعرف مقام هذا الإنسان كما وردنا في الموروث أنه من زار الحسين عارفا بحقه كتب الله له الجنة وما إلى ذلك من الأحاديث في هذا الصدد شخنا العزيز برأيكم ما هي الأمور التي تتوجب اتجاه الزائر للمزور؟ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين الحمد لله الذي من علينا بمجاورة الإمام الحسين عليه السلام ومجاورة أخيها بالفضل صلوات الله وسلامه عليهما وأسأل الله أن لا يحرمنا هذه المجاورة في الدنيا وفي الآخر أمين يا رب العالمين كان كلامنا في بيان أركان الزيارة وكما تفضلتم في قضية أنه من يريد أن يتوجه إلى سيد الشهداء وإن كان للحسين عليه السلام معرفة مكتومة في قلبه إلا أنه هذه المعرفة المكتومة يعني قد ينالها شيء من الإخفاء بالنسبة له أو الإنساء بالنسبة له بسبب المشاغل وهذه المنشغالات في الدنيا ويحتاج الإنسان بين فترة وأخرى إلى منبهات لكي ترجع يعني هذه البوصلة وحيث تصبح هي الموجه له بشكل صحيح فلذلك يعني على الإنسان يعني هذا الأمر الذي هو في نفسه ومجعول تكوينا لابد أنه يعني حتى ينبه لابد أن تكون هناك جملة من المعارف النظرية التي تعينه في هذا التنبيه وكذلك جملة من الممارسات العملية يعني الممارسة أو المعرفة النظرية هذه ميزتها أنه تجعله يمارس عملان والممارسة العملية كما ذكرنا هي التي ستنبهه وتثير فيه ما هو مكنون فالمعرفة النظرية بسيد الشهداء قلنا أنه الإنسان عليه أن يبدأ من البداية ويعترف بعزه عن الإحاطة بسيد الشهداء كون عدل القرآن كما ذكرنا وأن هناك توجهات كثيرة من الأعلام يعني معرفة سيد الشهداء مكلة الروايات الواردة في بيان فضله ومقامه وفي النهاية قلنا أن هذه يعني لا تعدو أن تكون معرفة بوجه وأن تمثل فهم من يتصدى للبيان وإلا أنه قضية سيد الشهداء وأن يحاط به هذا أمر غير ممكن الحسين عليه السلام إذا أخذ بيد شخصا بنفسه ممكن أن يجعله معه في درجته عما أن الشخص إذا تكل على هذه المعارف النظرية على الكتب على الروايات التي يقرأ ويفسر يعني في النهاية يمكن أن يعرف بوجه لا أكثر يخرج بوجه واحد نعم اليوم إن شاء الله ننتقل إلى يعني بيان الركن الثاني أن هذا الزائر الذي يأتي وكأنه يعني ثقل ثقل هذه الحلقات المفروض الآن وصلنا إلى ثقل هذه الحلقات والمفروض أن الآن نحن نعيش أجواء هذه الزيارة فليكن منطلقنا من هذه الجهة جهة أننا نشاهد يعني في أم العين الآن يعني هذا العدد الهائل من الناس والمفروض يعني من الأطفال الرضع وصولنا إلى الشيوخ الكبار والنساء العجائز وكذلك نشاهد جنسيات مختلفة ألسن مختلفة ألوان مختلفة فالمفروض أنه لا بد للإنسان أن يلتفت أنه ما الذي يعني يجمع أهل الاختلاف هؤلاء ومن الذي يجعل هذا التوادد والتراحم فيما بينهم مختلف النظير في باقي أيام السنة في باقي أيام السنة يعني المفروض أن هناك منافسة على الدنيا بيع والشراء والتعاملات وغيرا من الأمور والأنانية يعني في أعلى مستوياتها في حين في مثل هذه الأيام يعني كأنه حظ الإيثار يعلو إلى أعلى مراتبه بين الناس فالمهم أن يلتفت وهذا الأمر المفروض الآن الذي يحصل في هذه الأيام بقوة المطلوب هو أنه دوام هذا الأمر على طول السنة وليس فقط في هذه الأيام بالارتباط بالحسين دائماً المفروض يعني كيف تصبح هذه القضية من حال من الأحوال إلى ملكه هذا أمر مهم أنه يعني يعرفون يعرفون الأحوال النفسانية أو الضوابط قد يعني في قبال هذه الأحوال أن الأحوال النفسانية الإنسان ممكن أن يصيب مثلاً حال من الفرح حال من الضجر حال من الحزن حال من الشوق أحوال مختلفة تقلبات المزاجية يعني هذا الحال يعبرون عنه يقولون هذه عبارة مشهورة يقولون دوام الحال من المحال من المحال أن الحال لا يدوم أقصى ما في الحال على بعض عباراتهم يقول دوام الحال أقصى ما فيه أربعين يوم إذا بعد الأربعين فهذا كذاب المفروض أنه من يدعي هكذا حال فالآن كأنه الكثير من الناس يدخلون في حال من الإيثار حال من الكرم حال من التذلل والتخضع والتواضع والكرم والعزوبية كامل مكارم الأخلاق في أعلى مستوياتها تتشخص في مثل هذه الأيام المشاهد أنه حال فالمطلوب أنه بالارتباط بسيد الشهداء يعني كما شرع المعصوم عليه السلام المفروض الغاية الأساسية أن يصل الإنسان إلى هذه القضية قضية أن يصبح هذا الأمر الذي هو كاشف عن المعدن الحسن في الإنسان أو في المؤمنين الكاشف عن هذا المعدن أنه المطلوب المواضبة على هذه الزيارة وهذا الارتباط بسيد الشهداء بمختلف وسائل وعلى أساس هذا الارتباط والمواضبة يتحول الحال فيما بعد إلى ملك الثبات إنما يكون بالتكرار يعني الآن في مناهج التعليم المفروض قضية مهمة أنه هناك مجموعة قراءات نقرأ قراءة أولى نفهم من خلالها المطلب والمفروض القراءة الثانية والقراءة الثالثة وظيفتها أنه تثبت هذه المعلومة في الثاني فالمفروض أنه يعني نفس هذه القضية منهج تعليمي المفروض مشهور هذا المفروض أن هؤلاء المؤمنين أو هؤلاء المؤمنون المفروض يعني بأحوالهم المختلفة والسنتهم المختلفة كما ذكرنا مطلوب منهم أن يصلوا إلى هذا الكمال المشاهد الآن فهذا الكمال المشاهد لا يمكن أن يحصل إلا بالدوام والثرة في الاستمرار على هذا الفعل الزائر الذي يتحرك لغرض الزيارة يعني من فكرة الزيارة نفسها ممكن أن يستكشف أنه الآن عندما توقف أي شخص والمفروض كلهم من العقلاء وأي عاقل من العقلاء إذا أراد أن يتحرك بحركة لابد أن حركة تكون مغيات بغاية فعندما تريد أن تحلل هذه الغاية وما هو المرجو من هذه الحركة المرجو أن الإمام الصادق عليه السلام عندما يزور الإمام حسين عليه السلام أو يذكر الإمام حسين عليه السلام يعني يذكر ما معناه أن الإمام الحسين عليه السلام بدل مهجته في الله عز وجل لأي شيء بدل مهجته لكي يستنقذ يقول بذل مهجته فيك ليستنقذ عبادك من الجهالة وحيرة الضلالة القضية كأنه ربما يعني بهذه العبارة تتضح أكثر أنه استنقاذ الناس من الجهالة ومن حيرة الضلالة أنه الإنسان الآن يعني من دون سيد الشهداء كما ذكرنا أن فتنة بني أميّف فتنة عمياء مظلمة الحسين عليه السلام هو الذي أنقذ الناس من هذه الفتنة المظلمة والمفروض أنه كل وسائل سيد الشهداء التي ستبقى مستمرة لا بد أن تبقى مؤدية لنفس الغرض الذي خرج لأجله سيد الشهداء يعني جميع وسائل الحسين عليه السلام المفروض مؤدية للغرض الذي لأجله بذل مهجته وإلا من غير معقول أن يبذل مهجته في شيء وتكون وسائلة في شيء آخر أو مثلا يبذل مهجته في شيء وتأخذ مدة معينة وخلص ينقطع هذا الأمر وتنتهي الأمور الاستمرار هو إنقاذ الناس من الجهل والضلال فكيف يكون إنقاذ الناس من الجهل والضلال أنه المفروض بالعلم أن الحسين هو الذي ينير لهم هو الذي يهديهم يعني يكون مصباح حدايتهم والمفروض نجاتهم على يده تكون وذكرنا أنه كيف يمكن للحسين عليه السلام أن ينجي ينجي الحسين عليه السلام يعني بهذه المشاهدة التي نشاهدنا قد نعجز عن التفسير أنه كيف ينجي المفروض هي مجرد انتقال من مكان جغرافي إلى مكان جغرافي آخر ويلقاء التحية وتنتهي المسألة كيف تحول هذا الأمر هذا الآن شاهد يعني كأنه نقفز أو نطوي مجموعة مقدمات ونصل إلى نتيجة نعم الآن هذه نتيجة نتيجة الزيارة هو هذا الذي يشاهد فحتى يفهم الإنسان لا بد أن يرجع إلى مقدمات مطوية طويلة يعني كثيرة ليفهم أنه كيف وصلنا إلى هذه النتيجة نعم الارتباط بسيد الشهداء صلى الله وسلم عليه المفروض محقق لهذه النتيجة هذه النتيجة العملية أنه الإنسان عندما يقوم بهذه الأعمال وتبدأ يعني كواشف علمه كواشف كماله تبدأ بهذا الشكل تظهر أنه يظهر كرمة وإثارة بمعنى أنه بدأ يتخلى عن أنانيته وأصلا هو يعني سر سر تسافلة في هذه الدنيا هو النظر إلى أنانيته الأنانية يعني بالضد تماما من العبودية الإنسان الذي يرى نفسه عبدان المفروض هو كماله في هذه الدنيا كما نرى في قصة كيفية كيف أن إبليس لعنه الله رفض السجود لآدم بسبب خصيصة الأنانية أنا قال أنا أفضل منه يعني بل الآن عندما تستكشف من خلال هذا السلوك الموجود هو هذا الطمس للأنانية هذا الإثار والكرم والتواضع وكل هذه الممارسات أن الإنسان الآن يتخلى عن أنانيته تجاه أشخاص ربما هم في الوضع الطبيعي ربما أدنى يعني مستوى اجتماعي من عنده أدنى مستوى مادي من عنده أدنى مستوى ثقافي من عنده ربما يأتون من بلدان فقيرة الآن هو يرى نفسه من بلد مثلا ربما غني وعموما يعني كثير من الفوارق التي تكون بين الأفراد فوارق طبقية كبيرة جدا بالحسين عليه السلام تذوب تذوب هذه الأنى ذوبان هذه الأنى هو الأساس يعني أصل الشريعة وكل ما يراد كل ما يراد المفروض لكي يتعلم الإنسان كيف يكون عبدا للباحة بحيث أنه ورد في بعض الروايات يعني ما معناه أنه بعض الأصحاب يسئلون الإمام عليه السلام يقول أنه لماذا أن الله عز وجل مثلا لم يبقي هذه الأرواح في عالمها لماذا أنزلها إلى الأبدان وابتلاها بالمرض وابتلاها بطلب الرزق وابتلاها فيما بعد بالموت يعني الإنسان يبدأ في هذه الدنيا ضعيفا ومن ثم يبتلى بالأمراض وبعدها يعني يصل إلى مرحلة يكون فيها ضعيفا أيضا لماذا هذه الدنيا بالأصل قال هذه الدنيا أن الله عز وجل علم أنه لو أن الإنسان كأنه لم ينزل إلى هذه الدنيا لنافس الله على الربوبية عجيب يدى يدى أنه ربوبية له الأمر ليس بالهيئة أن الإنسان يعني أنا أتذكر عبارة لبعض الأعلام يعبر بهذا التعبير يقول كلنا كلنا نضمر ما أظهره فرعون فرعون أظهر وصل إلى مرحلة أنه دار ربوبية أنا ربكم الأعلى كلنا نضمر هذه القضية والمطلوب أنه وجودنا في هذه الدنيا ومارستنا للطاعات والعبادات هو لأجل يعني إطفاء هذه القضية دفع هذه القضية الشريعة عندما تحث على الإيثار وعلى الكرم وعلى التعامل مع الآخرين وإظهار الصفات الحسنة المفروض هذا الأمر يعني ينقذ الإنسان من هذه الضلالة والجهالة التي لأجلها بذل الحسين عليه السلام مهجته فيها فالآن عندما نتكلم عن الزائر الزائر المفروض أنه يلتفت إلى هذه الغاية التي لأجلها جاء شيخنا العزيز فاصل قصير ونستكمل إن شاء الله أعزائي المشاهدين فاصل قصير ونعود إليكم إن شاء الله حياكم الله مشاهدين الأكارم وهذه عودة جديدة وأرحب بضيفي الدائم في هذا البرنامج فضيلة الشيخ علي موحان حياكم الله مرة أخرى شيخنا العزيز لا زال الكلام في تبيان قضية الزائر بلا شك أن في هذا الطريق طريق سيد الشهداء الطريق إلى كربلاء تتساقط كل المسميات وبكافة الشهادات وكل المعارف فالشيوخ والكبار والصغار والأطفال والنساء وحملة الشهادات العليا ومن دونهم من المتعلمين فكلهم يخوضون في هذا المضمار سائرين إلى منهج الحق على طريق العشق إلى سيد الشهداء والبيان ما زال في ما على الزائر من حقوق ومن واجبات كي يصل إلى سيد الشهداء سلام الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كان كلامنا في بيان الغاية من فعل الزائر أن الزائر عندما يقوم بهذه الممارسة التي هي الزيارة قد تختلف الآن غايات الناس لكنه الغاية الحق المفروض التي يسعى إليها الإنسان عندما يزور سيد الشهداء صلى الله عليه وسلامه عليه المفروض أنه لابد أن يصل إلى هذه النتيجة يعني ممكن أن الإنسان قد يأتي إلى سيد الشهداء لطلب حاجة من الحاجات ويرجع بحاجة المقضية لكنه في الأصل الغاية الأساسية أن الإنسان عندما يرتبط بسيد الشهداء وقلنا هذه الكلمة الأساسية أنه يرتبط والارتباط المفروض معناه المداومة والتكرار هذه المداومة والارتباط بالحسين عليه السلام المفروض ختامها يكون بأن يخرج من دائرة الجهالة والضلابة هناك رسالة أرسلها الإمام الحسين عليه السلام يوم خرج من مكة وخروج من مكة وتوجه إلى كربلة أنا يمكن أن أتصور الآن هذه الرحلة الطويلة للمؤمنين كأنهم يعني من اللاحقين بسيد الشهداء من الذين يسيرون على خطاه ويحاولون الوصول إليه الآن هو فتح الباب من أراد أن يلحق بنا بحيث أن من لحق بيه استشهد ومن لم يلحق بيه لم يدرك الفتح أنه واحدة من معاني الاستشهاد واحدة من معاني الاستشهاد الآن الإنسان عندما ينظر إلى حي يزور الحسين عليه السلام كيف يتحول هذا الحي أنه قد أدرك الفتح وأنه لحق بالحسين أو ما لحق بالحسين يقول يلحق بالحسين إذا استشهد بمعنى إذا واحدة من المعاني إذا ذهبت أناه إذا ذهبت أناه ودام هذا الذهاب معنى أنه ممن لحق بالحسين عليه السلام وأن الحسين عليه السلام قد أوصله إلى مناه فلذلك سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عنه عندما وجه هذه الرسالة إلى محمد بن حنفية يعني قيد بقيد أنه الذين يلحقون بنا لا بد أن يقول لهم هذا القيد هذا القيد هو أن من كان موطنا على لقاء الله نفسه والتوطين يعني عندما تبحث في اللغة معنى الوطن الوطن بمعنى الأبدية أبدا هذا مبحث يذكر في صلاة المسافر أنه الوطن والمقر المقر إنسان يأتي إلى مكان ويقرر البقاء لمدة أربعين سنة خمسين سنة في مكان ويبقى في باله أن يرحل عن هذا المكان هذا لا يقال أن له وطن بل هو مقر بالنسبة له المقر نعم أما الوطن فالمفروض أنه أبدا هذا الوطن أن يبقى أن يقرر البقاء في هذا المكان أبدا يعني أنه نزل في هذه المنطقة وقرر أنه يعيش إلى نهاية عمره فمن كان موطنا يعني أبدا لا يتردد في أهبة الاستعداد فالميزة هنا أن تخب نموذج من نماذج أصحاب سيد الشهداء صلوات الله وسلم الذين لحقوا بالحسين عليه السلام ونالوا الشهادة بين يديه عابس عابس بن شبيب الشاكري يوم جاء مسلم بن عقير رضو الله عليه إلى الكوفة وخطب في الناس قام عابس بن شبيب وعابس المفروض يعني شيخ عشيرته شيخ قبيلته كان من الفرسان قوما يقال لهم فرسان الصباح صورة جدا بهية وعالية عابس عندما تكلم بعد أن حمد الله وأثنى عليه قال أنا لن أحدثك عما في أنفس الناس أو في قلوبهم وإنما يكلم مسلم بن عقير عما أنا موطن نفسي عليه نفس عبارة سيد الشهداء بالضبط هذا القبر وهذه العبارة بعد أن قتل أصحاب الحسين عليه السلام كلما كان يستشهد واحد من أصحاب الحسين عليه السلام كان الإمام يأخذه ويبقى يردد بهذه الآية أنه من المؤمنين رجالهم صدقوا مع الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديل هذا هو الضابط الأساسي أن الإنسان عليه أن يعد مجموعة من المقدمات بحيث هذا الشاعر العظيم الذي وصف حال أصحاب الحسين عليه السلام أنه يعني ما الذي حصل عليه هؤلاء بأن لحقوا بسيد الشهداء يقول أدركوا بالحسين أكبر عيد فغدوا في من الطفوف أراحي أكبر عيد أدركوه بسيد الشهداء صلى الله عليه وسلم فالمفروض أن الناس عندما تأتي إلى سيد الشهداء هي تحاول اللحاق به لأن الذي يتخلف في هذه الدنيا لن ينال شيئا من الخير اللحاق بالحسين هو المنجي واللحاق بالحسين عليه السلام يحتاج إلى مجموعة مقدمات طويلة على الإنسان أن يوطن نفسه على هذا اللحاق لأنه الطريق يعني ليس بالهين طريق هو الدنيا بكاملها فمن يطوي هذه الدنيا مرتبطا بالحسين عليه السلام فهو راكب في السفينة يعني لا يتصور ليوم واحد أن يترجل عن هذه السفينة ويتمشى على هذه الأرض لوحده ما أن ينسى هذه السفينة للحظة واحدة حتى تتلقفه الشياطين والأبالس هذا مصداق لكلامنا في بداية الحلقة أنه الإنسان لازم يكون في دوام على هذه الملكة في دوام على الكرام في دوام على السخاء في دوام على الابتعاد عن الأنانية لا يمكن أن يداوم على هذه الأوصاف من دون أن ينظر إلى نفسه وإلى الآخرين بمنظار الحسين عليه السلام باعتبار تصرفات رح يعني سوف تنعكس مع الأخرين الآن عندما تنظر إليه إلى كثير من الناس وتسئل أنه لماذا تتعامل مع هؤلاء بهذا الكرم وهذا الإيثار يقول لأنهم من زائري سيد الشهداء صلى الله عليه وسلم بعيدا عن كل المسميات أنه لا أنه لأنه فلان ولا لأنه صاحب الثروة الفلانية ولا لأنه صاحب الهيئة الفلانية أبدا فهذا العنوان عندما ينظر إلى الناس بهذا المنظار خيره كله يظهر عندما ينظر إلى نفسه بهذا المنظار على أنه خادم لسيد الشهداء ومرتبط بالحسين عليه السلام بعد قمة الإحترام لنفسه فيبدأ يبدأ يبدأ الحسين يصبح ضابطا لسلوكه عندما يصبح الحسين عليه السلام ضابطا للسلوك وقضية الصعود إلى السفينة يعني لألا أنسى هذه العبارة من الضروري أن يلتفذ أنه لا ترجل عن هذه السفينة من ركب في هذه السفينة المنفوض لا ترجل إلا في حال انتهاء هذا الطوفان هذا الطوفان لا يكون إلا بانتهاء الدنيا حساب السبب الإنسان الذي يكون الحسين عليه السلام ضابطا لسلوكه بعد هو الذي يأمن في مسيره أنا من الصور التي بقيت راسخة في ذهني بخصوص هذا الموضوع أنه كيف يجعل الإنسان الحسين عليه السلام ضابطا لمساره وسلوكه أنا بعض الأخوة من المبلغين في حرم سيد الشهداء صلى الله وسلم نقل لي هذه الصورة في شهر رمضان بعد الإفطار يجلسون في الأواوين لغرض التبليغ فيقول يعني جاءت إمرأة كبيرة في السن وسألتني هذا السؤال هذا السؤال يعني للوهلة الأولى يعني أنا يعني توقفت قليلا وتأملت يلا أجبت نعم فقالت أنه يعني بلهجتها الدارجة قالت ممكن واحد يشرب مي مع أنه بعد الإفطار فيقول أنا يعني تأملت أنه الآن نظرت الساعة قلت لها إيه انتهى الوقت يعني الآن صار الإفطار والناس أفطرت من زمان يعني فالمفروض أنه متاح للإنسان أن يشرب قالت لا أنا ما قصدي أنه قضية الإفطار كوني في حرم الحسين عليه السلام أنا أستحي الله أنا أستحي أن أشرب الماء عند الحسين عليه السلام عجيب عجيب يعني كيف وصلت هذه المرأة يقول عندما يعني أنا نقلت هذه الصورة لبعض الأعلام يعني قال هذه نطقت بفطرتها أصلا بالفطرة الصالحة والسليمة يعني تفجر على لسانها هذا الكلام أنها تستحي من الحسين عليه السلام أن تشرب ماء في حضرته هذا موضوع يجعل الإنسان يعني المفروض أنه يستوقف قليلا ويعيد النظر في نفسه أين أنا المفروض أن يومه بتمامه يعني من اللحظة التي يستيقظ فيها إلى أن ينام كل هذا اليوم المفروض لا بد أن يكون له ضابط ووازن يزنه بميزان صحيح ضابطه ووازنه لا بد أن يكون سفينة الحسين عليه السلام لا بد أن يكون الحسين عليه السلام هو صاحب السفينة لذلك الآن عندما نأتي إلى كثير من الزوار كثير من الزوار ونسأل وطبعاً من خلال المشاهدات أيضاً هذا الموضوع يعني ملتفت له بقوة أنه ما الذي تفعلونه طوال هذه المسافة؟ المسافة طويلة ومشكلة المسافة الطويلة لها سيما الأشخاص الذين يأتون من مناطق بعيدة سيراً على الأقدام مشكلة المسافة الطويلة أنه يخشى على الإنسان فيها أنه إذا طال عليه الأمد يخشى عليه من زلة القدم يخشى أنه طول الطريق يحتاج الإنسان أن يكون ملتفت وثابت فكيف يكون الإنسان ثابت مع طول الطريق وأنه لا يتبدل حاله دوام الذكر وأن تكون كل ممارسة من ممارساته عندما يسأل أنه لماذا تفعل هذا؟ يقول أنا أفعل هذا لي معللة يعطي سبب العلة الأساس والغاية الأساس في سلوكه بعضهم يذكر هكذا عبارة يقول أنا إنما جئت وهذه عبارة أكثر ما تسمع من النساء خصوصا الكبيرات في السن تقول إنما أنا الآن أنا الآن في سيري هذا واسي زينبا صلوات الله وسنواته هذه المواساة الإنسان الذي يواسي مثلا لماذا تمشي على قدمك لماذا تركب في سيارة لا تحتاج القضية إلى رواية موجود هذا في وجدانهم كما ذكرنا في الحلقة لا يحتاج الإنسان الآن يبحث في رواية لماذا زيارة أربعين مشيا لماذا زيارة أربعين الناس تمشي لهذا الأساس كثير من الناس يلتفتون إلى هذه القضية الآن زينب صلوات الله وسلامه في حر هذا الهجير تتنقل من بلد إلى بلد والآن هي في طريق عودتها إلى كربلا نحن نذهب إلى كربلا لكي نلاقي هذه السيدة الطاهرة ونعينها في العزاء لسيد الشهداء فالمواساة المفروض أن كثير من الناس يعني كأنه يحرم على نفسه كثير من اللذات كثير من النعام رغم أن الطريق السير فيه ما لذة وطاب من المأكل والمشرة هذا بعد تكليف الخدام الخدام المفروض يحاولون أن يتقربوا إلى هؤلاء بما لذة وطاب لأن أشبه بالقضية يعني أشبه بتكليفين متنافرين تناسب عكسي بالقضية هؤلاء المفروض تكليفهم أنه يقدموا كل ما عندهم لهؤلاء وكأنهم يمشون في طريق الجنة سيقدمون لهم ما لذة وطاب فعلا هو طريق الجنة ما لذة وطاب من النعم ومن الفاضل والمفروض هؤلاء كما سيأتي كلامه إن شاء الله هناك بعض الروايات أن كثير من المؤمنين عندما يلتقون بالحسين عليه السلام في بعض روايات هكذا أن أزواجهم من الحور يرسلون إليهم أن تأخرتم علينا فيأبون أن يذهبوا لشدة تعلقهم بسيد الشهداء أصلا من التذ بالحسين عليه السلام بعد لا يضاهي لذته بسيد الشهداء شيء بعض الأعلام أيضا يذكر يقول أنا كنت لفترة طويلة أتحير أنه كيف أن أصحاب الجنة يساقون زمراء وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة في حين المفروض أن أهل النار يساقون يقول هؤلاء لماذا يساقون يقول يأبون أن يدخلوا الجنة إن لله عبادا هذا معنى رواية كأنه في هذا الشكل إن لله عبادا يضجون من الجنة كما يضج أهل النار من النار هؤلاء لذتهم بسيد الشهداء خلاصهم بسيد الشهداء فالمفروض أن الآن الزائر الذي يتوجه إلى الحسين عليه السلام إن كان يلتفت لهذا العنوان عنوان أنه ممن يواسي سيد الشهداء ممن يواسي مولاتنا زينب صلواته الله وسلامه عليها يواسي مولانا علي بن الحسين عليه السلام في زيارة هداء بن الحسين عليه السلام يعني الأهم أن يلتفت لهذه القدمية أنه إنما هو في سير وممارسة لقتل أناه لكي يبرز ما في نفسه من خير لذلك في ختام المطاف عندما نأتي في الزيارة زيارة المولى أبي الفضل صلواته الله وسلامه عليه يقول نعمل أخو المواسي يا أخي هذا الوصف العظيم نعمل أخو المواسي يا أخي هذه المواسات المفروض أنه يكون يلتفت لها بقوة أنه عندما أسير على قدمي عندما أنام في مكان مو بالضرورة يكون مكان مريح بالنسبة لي عندما أتحمل حر هذا الصيف اللاهب عندما أتحمل الجوع عندما أتحمل العطش وأطوي هذه الأيام والليالي سيرا على الأقدام لكي أصل إلى سيد الشهداء لذا تشاهد أنه الآن لو انتقلنا إلى هذه القضية أن هناك يعني من الجهة المضادة للحسين عليه السلام أن هذه الجهات تحاول أن تشوش على هؤلاء بأن تثير فيهم يعني قضية الانتقاد والتدمر من بعض الظواهر التي ممكن أن يشاهدوها في الطريق بعض ما يمكن أن يقع عليهم في الطريق إلا أنه المفروض أن الإنسان يعني عليه أن يلتفت أنه الآن عندما نفتح كتاب المفاتيح شيخنا العزيز من بعد إذنكم مشاهدين الأكارم وصلنا وإياكم لختام هذه الحلقة نراكم في الحلقات القادمة إن شاء الله أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة